اهلا بكم حبيبي طلاب جريت سريف درسي جديد على قناة برايفت ماس لسونز ان شاء الله هناخد لسونز 55 و 56 اللي بعنوان الادشان استراتيجز داسة بتاعنا النهاردة برضو من الدروس السهلة هنتعلم فيه بعض الطرق الخاصة بالادشان طيب نيجي نشوف مع بعضين اول طريقة او الفرست استراتيج لو انا عايز اعمل ادنج لسري هندرد توينتي فور بلس وون هندرد سيكستي سيفن ايه الطرق اللي انا ممكن استخدمها علشان اعمل العملية دي اول طريقة عن طريق الرسم بالبلدنج بلوكس طبعا الطريقة دي اولاد طريقة مش عملية يعني لو بنستعملهاش دايما واحنا بنشتغل دي طريقة للتوضيح بتعرفنا ايه اللي بيحصل واحنا بنعمل ادشان لما نيجي نرسم السري هندرد توينتي فور نرسمها ازاي نروح نشوف الهندرد في اد ايه نلقى الهندرد في سري يبقى نعمل هنا سري بلوكس ادي وون تو سري لكن من انهي بلوك الكبير اللي هو فيه هندرد يونتس من السمول سكورس الصغيرين دول يبقى ده هندرد وده هندرد وده هندرد يبقى تلاتة دول سري هندرد طب جميل اولا طب التو دي اولاد عبارة عن ايه دي موجودة في البليس اللي اسمه تنس يبقى عبارة عن تو تنس فين هم ادي تن اهي ودي كمان تن جميل طب يبقى مين يبقى فور الفور دي اولاد موجودة في البليس اللي اسمه ايه موجودة في البليس اللي اسمه يونتس يعني الدجت اللي يكون موجود في البليس ده ياخد فاليو بالوانز يعني الفور دي عبارة عن فور وانز فين هم اهم ادي وان تو سري اند فور طيب نيجي نشوف النمبر التاني وان هندرد سيكستي سيفن لما نيجي نرسمه نرسمه ازاي نبص في الهندردس الهندردس موجود فيها مين موجود فيها وان يبقى معنا كده ان الوان ده برا عن بلوك واحد من البلوكات الكبيرة دي اوكي السيكس موجودة في التنس بلايس يعني برا عن سيكس يونتس من ايه من التنس اللي هم فين اهم دول وان تو سري فور فايف وان سيكس طب والسيفن دول اسمهم سيفن يونتس اللي هم اهم وان تو سري فور فايف سيكس ان سيفن احنا كده عملنا احنا كده بس وضحناهم بالرسم طب بنعملهم اديشن ازاي نروح نبص على الوانز لو لقينا فيه اكتر من تن نلم كده منه تن يونتس ونحطهم في التنس بلايس ازاي نيجي نبص هنا دول كلهم على بعضهم كام نقولنا دول كده 7 8 9 10 11 يبقى دول كلهم كده 11 نعمل ايه نقوم واخدين منهم تن ونحطهم في الشكل ده ونضفهم فين في التنس وبعد كده نعمل ايه نبص على التنس لو لقينا فيهم تن ناخدهم ونوديهم فين في الهندردس بالبلوك كده فيه كام واحد في التنس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى انا كده قدرت اعمل الادشن بالرسم هنا هيبقى عندي كام هيبقى 1 وهنا فيه كام هنا فيه 9 وهنا كلهم كام كلهم 4 يبقى لما نجي نعمل اديشن ل324 بلاس 167 يدينا 490 ايه 91 لكن هلي اولاد الطريقة دي هينفع نشتغل بيها لا طبعا لان انا مش كل مسألة هاعد درس كده احنا عايزين استراتيجي تكون ايه سريع يلا مع بعضينا نشوف الساكند استراتيجي او الطريقة التانية اللي نقدر نعمل بيها ادشن للتو نمبرز اللي هنشغلين عليهم اللي هم 324 و 167 الطريقة دي تعتبر من الطرق اللي احنا هنشتغل بيها يعني عايزكم تركزوا فيها احنا كنا واغدين في الدرس اللي فات ان انا عندي صورة للنمبر اسمها الاكسباندد فورم الصورة دي اسمها الاستاندرد فورم هنحولها للاكسباندد فورم قلنا في الدرس اللي فات ان انا في الاكسباندد فورم باخد كل نمبر واكتبه بالفاليو بتاعته البيجيت سري قاعد في الهندرد زي بليس يبقى الفاليو بتاعته بالهندرد 300 هوم 2 قعد في 10th place يبقى الـ value بتاعته بالـ 10th 2 الـ value بتاعتها 20 4 قعد في units يبقى الـ value بتاعته 4 والنمبر اللي تحتيه 1-100 والـ 6-60 والـ 7-7 نحط الـ numbers تحت بعضهم يا أولاد ونعمل شرطة ونجي نقول أنا عندي 4 والـ 7 يديني كام يديني 11 نسابها 11 كده 20 والـ 60 يديني 80 300 والـ 100 يديني 400 يبقى أنا جبتها بالـ A بالشكل ده بعد لما بجيبها بالشكل ده برجع أحولها تاني للـ standard form بس لما تأكد ان الـ places مفيش فيها نمبر زيادة زي مين؟ زي الـ ones place الـ ones place ده في 11 يعني الـ 11 دي لو خدت منها 10 ودتها للـ 10th الـ 80 تبقى ايه؟ تبقى 90 ولما اخدتن من هنا يبقى 1 والـ 400 زي مهمة يبقى 491 يبقى لما نحطهم على بعض يديني ايه؟ 491 المستراتجية اللي بعد كده اللي هي الـ number line Hubs يعني انا بقعد كده امشي او اكفز قفزة Hubs يعني قفزة Hubs يعني قفزات يعني بقعد امشي كده عن طريق ان انا بنط على الـ number line هذا كده بنسميه اولاد الـ number line خط كده وبكتب عليه الـ numbers بنعمل ايه؟ انا عندي 2 numbers هون 324 167 اول حاجة احط النمبر الاولين حط نقه اعمل ايه؟ النمبر ده اجزقه ده عبارة عن 100 و 67 لما احط عليه 100 يديني ايه؟ 424 يعني احط عليه 100 يعني هنزود 1 في الـ 100 زي بليس طيب ولما اوصل به هنا نزود الـ 6 اللي في التنس بليس لما ازود على النمبر ده 60 يبقى كني عملت ايه؟ كني زودت على البليس اللي اسمه 2 زودت 6 اوصل به الفين؟ 484 نيجي بعد كده نزود مين؟ 7 units دي لما نزودها على النمبر ده تزيد على مين؟ على 4 لما تزيد على 4 ونحط عليها 7 تديني 11 ماينفعش البليس بتاع اليونتس نحط في 11 ام الاكتر حاجة نحطها 9 لو جيت احط تان تتحول لـ 1 هنا فانا الـ 11 هعمل فيهم ايه؟ هاخد منهم تان ونزود الـ 8 دي 1 تبقى مين؟ تبقى 9 ويبقى قديم الـ 11 يبقى 1 نكتبه هنا وطبعا يا اولاد الطريقة دي ما ينفعش نشتغل بيها لان هي طريقة بتحتاج منا رسومات ومش بتخليها نحل بسرعة طيب نيجي للطريقة الرابعة او الفورس استراتجي ودي هتعتبر الطريقة الاساسية اللي احنا هنشتغل بيها هنعمل فيها ايه؟ هنحط 2 نمبرز فوق بعديهم كده وبعد ما حطهم فوق بعديهم ابدأ عملية الـ addition من الـ rights نيجي هنا نقول عندي فور بلاس السيفن نحط السيفن in our mind ونكونت بعديها فور وبعد سيفن اقول ايه؟ اقول كده 8 وانا بقول 8 ارفع صبع من صوابعي 9 ارفع الصبع الثاني 10 ارفع الصبع الثالث 11 يبقى انا كده زودت فور فينجرز على السيفن وصلتني المين لـ 11 هل ينفع البليس ده؟ احط فيه 11 ما ينفعش ابدا ام لا اعمل ايه في الـ 11 اللي انا جبتها دي؟ الـ ones اللي موجود في الـ unit سيبلس هنسيبه زي ما هو والـ ones اللي موجود في التن سيبلس هنحطه على البليس اللي اسمه تنس هنا وهنا بنطلعه فوق كده وبنسميه carry يعني ايه carry؟ يعني موجود فوقيهم طيب نعمل بعد كده ايه؟ هنقاد الـ 1 والـ 2 والـ 6 نبدأ بالكبير انا معي 6 لما ازود على الـ 6 اقول 7 8 ومعي 1 نزوده يبقى 9 يبقى 1 و 2 و 6 يديني 9 بعد كده عندي 3 و 1 يديني 4 يبقى هي ده الطريقة يا اولاد اللي بنعمل بها الـ addition وديه اكتر طريقة مشهورة واللي لازم تتعوده عليها عشان حنشتغل بها على طول تعالوا مع بعضنا دلوقتي نتنقل لحتة مهمة اللي هي الـ estimation يعني ايه كلمة estimate يا اولاد؟ كلمة estimate يعني تقدير او تقريبا كام يعني estimate دي يعني قولي كده تقريبا هتبقى كام طب ايه الطريقة بتاعت الـ estimation دي؟ هل طريقة الـ estimation بتجيب لي الحل بالظبط؟ لا ما بتجيبش الحل بالظبط بتجيب لي رقم قريب من الحل بس بتجيبه لي الطريقة سريعة جدا ازاي؟ يلا نبص هنا انا عندي هنا 324 اول place بتاع الـ hundreds بسيبه زي ما هو نيجي نبص بعد كده على الـ digit اللي موجود في الـ 10th place نلاقيه كام نلاقيه 2 الطو يا اولاد قريب قوي من الزيرو طب انا قريب من الزيرو هنخليه 0 يبقى انا عندي 3 في الاول اهيه والـ 2 انا شايفه قريب من الزيرو اخليه 0 وكل اللي جنبه يبقى 0 يعني سأقلب كل اللي عراية 0 طب نيجي نشوف هنا الـ 1 في الـ hundreds بلس هنسيبه زي ما هو طيب نبص على الـ digit اللي بعده نلاقيه 6 الـ 6 كبير هنخليه كام هنخليه 0 برضو يا مستر 0 اه هنخليه 0 بس الـ 1 ده هزوده بدل ما هو 1 هنخليه 2 وبقيت الـ digits برضو 0 يعني الـ number ده هيتعمله راويندينج أب لحد الـ 200 يبقى هننقصه وده هنزوده ونيجي بعد كده نقاد 300 بلس 200 طلعت كام 500 نقارن بعد كده الـ 500 بـ 491 لنبقى الريبين او من بعض ده معناه ايه؟ ده معناه ان الـ estimation بتاعي is reasonable كلمة reasonable يعني معقول انا ممكن اعتمد على الـ estimation ده في ان انا احل بسرعة جدا ثم بعدين نشوف الـ check point يقول يقول use one of the previous strategies to show how to find the sum of 416 and 258 و estimate to check if the sum is closed to 700 or not سنتبع دايما الطريقة اللي هي the third strategies اللي هي بنحط الـ numbers تحت بعديهم ده هنعملها على طول هنقول كده 400 16 plus 200 58 اكور نحط كده 400 and 16 200 58 وناخد بالنا يا اولاد من حاجة مهمة جدا اننا لازم احط الـ digit صحت بعضها يعني مكتبش مثلا الـ 6 بعيد والـ 8 هنا والـ 1 لازم دايما ناخد بالي ان كلهم تحت بعديهم كده يلا نعمل addition عندي هنا 6 plus 8 نعمل ايه نتكون من بعد الـ 8 6 نقول كده بعد الـ 8 9 10 11 12 13 14 انا وانا بـ count عمال افرد في صوابعي يبقى بعد الـ 8 9 10 11 12 13 13 14 ينفع كلها اكتبها في البلس لا طبعا ما ينفعش امال نعمل ايه هناخد منها الـ 4 والـ 1 نحطه على التنس بلس وبعد كده نعمل ايه التنس بلس نعمل ايه عندي فيه 1 و 5 1 plus 1 2 2 و 5 يديني 7 هنا 4 و 2 يديني كان 4 و 2 يديني 6 يبقى الحل بتاعي 670 و 670 4 نعمل نعمل كيف نعمل نعمل هقربه للرقم أصغر منه طب مين الرقم الثاني 258 لما أجأ شوفه التوت الساب زي ما هي هنا عندي ايه هنا عندي 5 لو لقيت 5 أو 6 أو 7 أو 8 أعمل rounding up يعني النمبر ده أطلعه لفوق ونحط مكانه ايه ونحط مكانه 0 واللي جنبه 0 الله بس لكده عملت زي اللي فوق لا المرة دي بقى طالما موجود 5 كيف التوت ديت نزودها 1 تبقى كام تبقى 3 يبقى لو دي 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 هنخلي ده 0 ونزود الهندردز بلس 1 وبعد كده نعمل ايه نعمل addition 400 plus 300 بقت سهل قوي تبقى كام تبقى 700 وبعد كده بيسألني هل الصم بتاعي قريب من الستيميشن ولا لا هل هو قريب من الستيميشن آه 674 قريب من 700 لو ده مثلا 630 آه يبقى بعيد قوي يبقى لو لقينا الفرق ما بينهم يا أولات 50 أو أكتر من 50 يبقى الستيميشن not reasonable يعني غير مناسب ولما نجا نجاوب بقى هنا نقول ايه نقول كده yes the sum is close to 700 هل هو قريب من الستيميشن يالله نشوف البركتس اللي بعد كده يقول لي solve the following problems using two different strategies اللي احنا هنتبعهم اللي هي الexibanded form والطريقة اللي اشتغلنا بها فوق دي هنا هنعمل ايه ادي كده 426 plus 127 يالله 6 plus 7 نكون بعد 7 6 بعد 7 8 9 10 11 12 13 السيرتين دي لما اجاكتبها ينفع اكتبها كلها هنا لا طبعا ناخد السري بس نحطها هنا وال1 نحطه على التنسي بلي وبعد كده نعمل ايه 1 plus 2 plus 2 1 plus 2 يديني 3 plus 2 يديني 5 وبعد كده اقول 4 plus 1 يديني 5 دي كده اول الطريقة طب الطريقة التانية نعمل ايه نحط الـ numbers دول في الexibanded form هنا 4 ب400 2 يعني 20 وال6 يبقى plus 6 طيب وعندي هنا 100 وعندي هنا 20 وعندي هنا plus 7 ونقول 6 plus 7 لما ابدأ ابدأ من الـ write 6 plus 7 يديني 13 هل ينفع اكتب الـ 13 كلها هنا لا طبعا امنا هنكتب ايه هنكتب سري هل نحط بقى هنا 1 لا هنا الـ 1 اللي هنحطه هنا هيتحط الـ 10 يبقى 10 و 20 و 20 يديني كام ايه يديني 50 وهنا الـ 400 و 100 بالـ 500 يبقى انا الحل بتاعي هيطلع 500 50 53 يالله اللي بعدها هنقول كده 355 plus 25 وزي ما انتم شايفين انا بكتب بحط الـ digit بعدها بالظبط عشان تعرفوا تعملوا مضبوط لازم تحط الـ digit بعدها بالظبط 5 و 5 نكون بعد الـ 5 نقول كده بعد الـ 5 6 7 8 9 10 هل الـ 10 يا أولاد ينفع كلها اضعها هنا؟ لا وما يفعل ايه؟ نضع هذا الزير الأول و هذا الـ 1 نضعه على 10 سيبقى 10 سيبقى 10 سيبقى 10 سيبقى 10 سيبقى 10 نضعهم على بعض 1 و 5 6 و 2 يديني 8 و هذه السري دي نزلها يبقى هى هذه الانصر نعملها بالـ expanded 4 هذه السري ديت يعني 300 الـ 5 ديت يعني 50 و الـ 5 ديت قاعدة في الـ 1s place يعني 5 طب الـ 25 الـ 2 ديت قاعدة في الـ 10s place تبقى كم؟ تبقى 20 و الـ 5 ديت في اليونس تبقى 5 5 و 5 10 هل الـ 10 يا أولاد ينفع كلها اضعها هنا؟ لا طبعا ما هنعمل ايه؟ هنحط 0 بس و الـ 1 نضعه أخر و الـ 1 هنضيفه هنا ولكن سأضع هنا 10 لا يضع هنا 1 يضع هنا 10 و نقوم بعمل 10 و 50 60 و 20 80 نقوم بعمل هنا 80 و هنا 300 تنزل كما هي يديني 380 يلا اللي بعد كذا 400 29 152 9 بلاس 2 بعد 9 10 11 الـ 11 كلها ينفع اضعها هنا؟ لا لأن الـ 11 2 places يبقى اضع بس الـ 1 والـ 1 والـ 1 اضعه فوق هنا اضع كاري وبعد كده 1 و 2 3 3 و 5 8 وبعد كده 4 و 1 يديني 5 1 دائما هنستعمل الطريقة دي الطريقة دي بردك عشان استعملها كتير دواء عشان ايالي بس استعمل طريقتين لكن لو قال لي اعمل هنشتغل بالطريقة دي على طول يلا نحطها في الـ 4 تبقى 400 plus 20 plus 9 واللي تحتها 100 plus 50 plus 2 9 و 2 11 10 20 30 50 80 400 100 500 50 80 100 و 1 50 50 50 30 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 50 أعضل خفيف، أعضل خفيف و 30 سنس ويجب ان نبص على هذا الشهر حيث أن بيجب أن بيجب أن نضغطي من هناك وعندما ننصح الـ 200 وعندما نأخذ الـ 200 وعندما نقوم بيجب أن نضغط 300 ن���ى مجدد سمجل سيجب أن نضغطي 700 يلا اللي بعد كدس 171 plus 162 1 plus 2 يبقى 3 7 plus 6 بعد 7 8 9 10 11 12 سأضع 3 ونضع 1 1 plus 1 is 2 plus 1 يديني يبقى الانصر يلا نعملها بالاستيميش 171 يتديني ايه التنسي بلس في ايه يعني 71 اكبر من ايه اكبر من 50 يبقى نعمل الانصر يعني الانصر نخليها 2 يبقى هنا 200 وهنا 162 نسيب الانصر ونبص على التنسي بلس موجود في 6 يعني كل ده 62 طالما 62 اكبر من 50 يبقى دايتعمل الانصر نكبره لفوق يبقى الان يبقى 2 نعمل لهم 200 و200 يبقى 400 يبقى لو هنعملها بالاستيميش هيطلع 400 يلا اللي بعد كده دايما نحط النمبر اللي فيه ديجت 60 افوق 148 بلاس 37 8 بلاس 7 15 نحط هنا 5 ونكاري up 1 1 بلاس 4 5 بلاس 3 وال1 ينصل 148 48 48 48 48 50 50 1 0 0 يعني ننزلها للتحت نعمل 148 100 37 نسيب نسيب برضه نسيب التنسب لا نسيب التنسب نبص الجرد زان 5 ولا فلنفعل يعني السيرين نزودها ونجعل السيري يعني السيري سيفن تبقى قريبا من 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 الفورتش. اللي نعمل لهم هم الاتنين بلس يديني ونهندرد اندفورتش. يلا اللي بعد كده سيفن هندرد ايتي ايت بلس سري هندرد فورتي سري. ايد بلس سري بعد الات ناين تن نحط هنا وننكري اب ون ويت ناين ناين وفور بعد الناين تن اليفن تولف سيرتين نحط سري ونكري اب ون و سيفن ايت ات و سري بعد الات ناين تن اليفن هنا بلس نكتبها كلها. لنفيش هنا بلس تاني بحنكتب الاليفن كلها. يلا نعمل سيفن هندرد ايتي ايت. هنسيب ده. ونجي نبص هنا. هنا عندي ايتي ايت. ايتي ايت جاريت ارزان يبقى هنزود السيفن وون تبقى ايتي على طويل وبعد كده سري هندرد فورتي سري هنسيب السري ونيجي نبص هنا الفورتي لزان الفايف او ممكن اقول الفيفتي سري لزان ففتي يبقى ده يتعمل له راون دينج داون حسيب السري زي ما هي تبقى ايه سري هندرد نعمل لهم سام يبقى زيرو زيرو وقلب يلا اللي بعد كده هنا مديني فور ديجيتس نحطهم بتحت بعضهم بالزبط هنا تو سري بلاس وان ساوزند فور بلاس فايف سهلا ناين بلاس سري بعد ناين تن اليفن تولف حطي تو ونكاري اب وان وسري فور وفور ايت وطو وان يديني سري يبقى سري ساوزند ات هندرد تونتينيين يلا بالاستيميشن هنا لما حنيجي نعمل هنسيب اول تو ديجيتس ليه اننا بعمل راون دينج لإيه للهندرد بس احنا شايفين هنا ناين ناين جريتر زين الفايف طالما جريتر زين الفايف يبقى سنعمل راون دينج اب يعني السري نزودها مش هنزود التو دي التو ديجيتس لزي ما هي والسري نخليها فور وده هنا زير وزير يعني سري هندرد ناين تي فور قريبة منين؟ قريبة من الفور هندرد طب نيجي اللي بعد كده وان ساوزند فور هندرد سيرتي فايف هنسيب الوان زي ما هو الفور هندرد سيرتي فايف قريبة من الفور هندرد ولا قريبة من الفايف هندرد تطلع لفوق ولا تنزل لتحت لننزلها لتحت لان هي قريبة من الفور هندرد هانا زيرو كبان زيرو فور ايت تو وان يديني سيري طبعا احنا في كل شغولنا هنشتغل بالطريقة ايه دي الاستيميشن احنا بس بنعرف ازاي نقرب هنا يلو سري سوزند سكس هندرد سكستي ات واهنا وان ساوزند تيني سيف یجي لديني الفور يلو ولنجنج نعمل استميشن 3668 من 700 او 600؟ لا من 700 لأن هناك 60 هناك 3070 وهي 1000 27 من 100 او 0؟ لا من 0 هذه تنزل إلى 1000 سنقوم بعملهم هنا 007 و 4 سنرى هذا التساعد نقوم بعمل المشكلة هنا سنقوم بعمل مع بعض نقوم بعمل كل اثنين يأولاد نقوم بعملهم مع بعض يعني سنقوم بعمل هذا و سيطلع نقوم بعمل هذا نقوم بعمل نبدأ بالنسبة نقوم بعمل 2 7 9 4 9 10 11 12 13 نقوم بعمل 1 2 2 4 نقوم بعملهم هريزونتال لا يجب أن نقوم بعملهم نقوم بعملهم نقوم بعمل 9 6 15 5 1 1 3 4 1 5 5 5 1 5 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 6 5 5 5 ممكن نعمل هذا أو هذا نقوم بمشاهده 穿نا سوف نعمل سوف نعمل ملسة كام ملسة 12 ملسة 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 2 يضعني 8 ملسة 1 يضعني 2 ويضعني سوف ننزلها ويبقى الاتنين دول مع بعض 328 ملسة 149 نعمل الاتنين دول أداشن اهو 328 وعندي هنا 149 8 plus 9 نكون بعد 9 8 نوصل لحد 17 هيبقى 7 ونحط هنا 1 1 plus 2 is 3 plus 4 is 7 و3 plus 1 يديني 4 يبقى اللي اتنين دول على بعض يدوني كام 477 يلا اللي بعد كده ناخد اللي اتنين دول مع بعض بس نحط 3 ده جتس الاول 312 وهنا 98 2 plus 8 بعد 8 9 10 يبقى 0 وهنكاري up 1 1 plus 1 is 2 2 plus 9 11 1 وهنكاري up 1 1 plus 3 يديني ايه يديني 4 يبقى اللي اتنين دول مع بعض يدوني 400 and 10 نزود عليهم 175 لو مش نعرف نعملها كده نحطهم تحت بعض 0 plus 5 يديني 5 1 plus 7 يديني 8 4 plus 1 يديني 5 585 يلا اللي بعد كده ناخد اللي اتنين دول مع بعض واللي اطلع نحطه هنا واللي اتنين دول مع بعض واللي اطلع نحطه هنا وبعد كده حط ده على ده يلا 338 يلا نجيب دول 235 plus 119 5 plus 9 نكون بعد 9 5 بعد 9 10 11 12 13 14 هيبقى 4 ونكاري up 1 1 plus 3 يديني 4 4 و 1 5 وعندي هنا 213 يبقى هنا 354 ناخد اللي اتنين دول نعمل لهم ساب يلا نتضرب نعملهم كده ناخد اليونتس مع اليونتس 8 plus 4 يديني 12 حط هنا 2 ونكاري up 1 1 plus 3 يديني 4 4 و 5 9 وبعد كده 3 و 3 6 يلا اللي بعد كده هناخد كل اتنين مع بعض هنا 411 حط هنا 98 1 plus 8 يديني 9 1 plus 9 10 هنحط 0 ونكاري up 1 1 و 4 5 يبقى اللي اتنين دول مع بعض 500 and 9 نعمل بلس ناخد اللي اتنين دول مع بعض 312 175 2 5 7 1 و 7 8 3 و 1 4 يبقى هنا 487 الاتنين دول نتضرب نعملهم كده ناخد اليونتس مع اليونتس 9 و 7 نكون بعد 9 7 بعد 9 10 11 12 13 14 15 15 16 هنكاري up 1 احطه فين على التنس ياهنا ياهنا 1 plus 0 1 و 8 يديني 9 5 و 4 يديني 9 يبقى احنا بنتعلم نشتغل كده وبنتعلم نشتغل كده يلا اللي بعديها ناخد ده وده مع بعض 6 و 2 8 5 و 5 10 0 و هنكاري up 1 1 و 1 2 بلاس 2 يديني 4 يبقى هنا 408 بلاس ناخد دول مع بعض 309 بلاس 230 9 و 3 12 2 نكاري up 1 1 و 0 1 1 2 3 و 2 يديني 5 يبقى هنا بلاس 500 22 نعمل ننظر باعة كده مع بعض 408 بلاس 522 8 و 2 10 0 و نكاري up 1 1 و 0 1 و 2 3 405 9 يبقى الانصر بتاعتي 900 و 30 التعليم من الاكسرسيز لما يكون لدي كثير من الانصر أخذهم كل اثنين مع بعض نحن نرى الاكسرسيز اللي بعد كده يقول لي The table below shows the saved money in one year by four children The table موجود في الفلوس اللي الأولاد يحوشوها في خلال سنة Use this information to answer the questions نبص على هذا التابل و نجاب على الأسئلة يقول لي Find the total amount يعني عايزين نشوف المبلغ الكل which saved by basem and mina فين باسم باسم ها فين ميناء ميناء ها فين الفلوس اللي هم حوشوها باسم حوشه وميناء حوش ايه حوش ده يبقى لما يقول لي find the total amount اللي هم اللي اثنين حوشوهم يبقى نعمل ايه يبقى نحط ده يبقى نقول كده three hundred twenty five plus three hundred twenty eight ها يدينا كام نعمل هنا كده في الدرافت three hundred twenty five ونحط تحتها three hundred twenty eight five و eight يديني thirteen and we have one one two three و two يديني five و three يبقى نكتب هنا six hundred fifty three ولازم بعد مكتب النمبر اقول النمبر ده عبارة عن ايه هم حوشوا ال amount يبقى نكتب جنبها كده يبقى يالله اللي بعديها find the total money which saved by sylvia وامال فين sylvia اهيه فين امال اهيه يبقى نحط ده على ده يبقى هنا five hundred sixty seven plus four hundred seventy two نعملها في الدرافت five hundred sixty seven plus four hundred seventy two seven two nine six seven سريع وحنكري up one one five six four ten نكتبها مرة واحد يبقى دول كده يبقى دول كده five hundred six seven ومينة three hundred twenty eight هنا نعمل ايه ناخد كل اتنين مع بعض يبقى ناخد ده وده مع بعض الاول يبقى three hundred two five plus five hundred sixty seven five seven twelve two and we have one one two three three six nine nine three five eight يبقى هما الاتنين دول يدوني eight hundred ninety two نزود عليهم three hundred twenty eight نعمل في الدرافتهم eight hundred ninety two plus three hundred twenty eight two plus eight ten zero ونحط هنا one 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 eight nine three twelve يبقى هيدوني كده one thousand two hundred and twenty باونز يالله اللي بعد كده يقولي compare between the saved money for and the saved money for مينة and امان يبقى لازم الاول اجيب باسم و سالفيا يبقى هنا the saved money four باسم and سالفيا is باسم كام و سالفيا كام باسم three hundred twenty five وسالفيا five hundred sixty seven دول احنا جايبينهم بكام هوم جايبينهم هنا باونز باونز نجيب بعد كده مين مينة و امال نقول كده the saved money four مينة and امال is مينة كام و امال كام مينة عندي اللي هو ده three hundred twenty eight بلاس نطلع نشوف امال كام امال four hundred seventy two four hundred seventy two يدينا كام eight two ten zero one two three seven ten zero one three four 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 يديني ايه يديني ايه يديني ايه باونز وده هنا ايه باونز هنا لما يقول لكم بير يبقى نشوف من الكبير و من الصغير واضح ان باسم و سيلفيا محاوشين اكتر باسم و سيلفيا محاوشين اكتر و امال باسم و سيلفيا محاوشون اكتر من مين او ايه و امال ايه يقول لي the following table shows the approximated distance between egypt and some countries in kilometer الجدول ده موجود في المسافات مبين ايجيبت وبعض الدول مبين مصر والسعودية مثلا one thousand four hundred seventy kilometer مبين مصر و تونس الديستانس دي two thousand four hundred eighty مبين مصر و غانا three thousand nine hundred fifty five كل دي عبارة عن دول وهذه المسافة ما بين مصر وما بين الدول يقول لي إيه بقى يعني عايزين المسافة ما بين مصر والسعودية نضيفها على المسافة ما بين تونس ومصر نجي نبص هنا وهذه المسافة ما بين السعودية ومصر وهذه المسافة ما بين تونس ومصر يبقى هنقول كده تديني كام يالله نعملها كده هريزونتلي زيرو وزيرو اليونتس على اليونتس يديني زيرو ناخد التنس على التنس سيفن وآت يديني ففتين نحط فايف وحنكاري اب وان الهندردس فيها وان وفور وفور وان وفور فايف وفور يديني ناين وعندي هنا وان وطو يديني ثري يبقى ثري ساوزن ناين هندردس فيفتي كيلوميتر نكتب كدا كم اللي بعد كده بيقول لي اجبتو فايفين المسافة مبين مصر وغانا ومصر وايطاليا مصر وغانا كام؟ اهيه ومصر وايطاليا اهيه يبقى ثري ساوزن ناين هندردس فيفتي فايف بلاس توسع تري هندردس سكستي يالله نعملها فوق بعضيهم 5-0-5 5-6-11 1 1-9-10-3-13 3-13 3-13 1-13-4-2 يديني 6 يبقى الإجابة عندي 6,315 كيلومتر اللي بعد كده يقول لي من إيجبت تونيجيا عندي 2,480 وعندي وعندي من إيجبت وعندي 3,955 يديني كم نضعهم فوق بعديهم هنا 0-5 يديني 5 8-5 بعد 8-9-10-11-12-13 يبقى 3 وعندي 1-1045 5-9-14 يبقى 4 وعندي 1-1023 3-36 يبقى إيجابة 6,430 1-1025 كيلومتر طبع يأتي السؤال يقول لي 1-1025 1-1025 1-1025 هل نضع هل هل نضع إيجابة 3-645 ثم نضع 2-645 3-645 1-645 وعنضع وعنضع 3-645 وعنضع نضع 0-0 يبقى الاتنين دول يديني كده يبقى 6435 بلس 3830 يلا نعملها كده هريزونتل 5 و 0 يديني 5 3 و 3 يديني 6 4 و 8 يديني 12 2 و هنكاري up 1 1 و 6 7 7 و 3 يديني ايه يديني 10 بالايه بالكيلومتر وكده ياولادي يبقى خلصنا الليسون الليسون سهل جدا طبعا احنا عارفين ازاي بنعمل اديشن فاكدنا بنراجع على الايه على الادشن يارب كونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة